بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين والطهرين المعصومين واللعن الدام على العداء من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن حسين السلام على ولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين نعزل أمة الإسلامية جمعاء وعلى رأسها مراجع الدين العظام والمؤمنين كافة بهذا المصاب الجلل مصاب استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المعزين لأهل بيت بهذا المصاب ونكون معزين أيضا لإمامنا صاحب العزر والزمان محمد المهدي بن الحسن العز كريم في الواقع تناولنا في الحلقة السابقة مان الثواب البكاء على الحسين عليه السلام أنا سأبتدأ بهذه الحلقة بحديث إمامنا الرضاء علي السلام المسند والثابت والذي ووجهه لابن أبي الشبيب حتى أبتدأ بالكلام عن المنازل المهولة التي سينفعنا بها البكاء على الحسين عليه السلام يقول إمامنا الرضاء عليه السلام يا ابن شبيب إن كنت باكن لشيء فابكي الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فأنه ذوح كما يضبح الكبش وقتل معه ثمانية عشر رجلا من أهل بيته ما لم في الأرض من شبيه طبعا قم أسلبت سابقا أن هذا الحديث سنده ومتنه ثابتين عندنا ولعله المؤلف هنا يذكر مصادره أمال الصدوق كتاب أمال الصدوق وكتاب عيون إخبار رضا وكذلك كتاب بحر أنوار وطبعا كما ذكر أنه من لم يستطع البكاء فليتباك بناء على هذا الذي سأقرأه عليكم وقال الرابع وهو من العجائب أنه إذا لم يتحقق في الخارج أي البكاء ولكن تشبه به حصل ثوابه ولم يبكي لكنه تباكى يقول له حصل ثواب البكاء يعني إذا لم يتحقق البكاء عنده فليتباكى أي يشبه نفسه بمن يبكي فينكس رأسه مثلا ويظهر صوت البكاء وعلامات الرقة والتأثر فيحصل له الثواب المصدر أمان الصدوق وجامع حديث الشيعة وذلك حين يتحقق التباكى لله لا يفعل ذلك الذي يرأي به الناس فالتباكى وعمل يشترض فيه الخلوص أيضا أيضا الأمر الخامس فيما يتعلق بفضل البكاء قال أنه فائق على جميع أقسام الإيمان والأعمال الصالحات مقصود به يعني من المستحبات من جهات عديدة قد ذكرنا بعضها وسنبين بعضها في العناوية الآتية إن شاء الله أنا في الواقع في هذه الحلقة أريد أن يبين ما معنى أن البكاء الحسين عليه السلام حقيقة ينجي من المنازل العظيمة التي ستمر بنا بعد هذه حياة الدنيا يقول هذا العالم الكبير قال في خواص البكاء لنين لأجره الثاب وهي على أنواع النوع الأول ما يتعلق بالنجاة من العقاب والأهوال وتفصيله في أمور الأمر الأول خروج الروح عقبة عظيمة وهول شديد وعذاب أليم قال علي إمام علي بن طابع عليه السلام وأن الموت لغمرات هي أفضع من أن تستغرق بصفة أو تعتدل على أقول أهل الدنيا والبكاء الحسين ينجي منه فإن الصادق عليه السلام قال المسمع بن عبد الملك يا مسمع أنت من أهل العراق أما تأتي قبل الحسين عليه السلام قلت لا لأن أعداء النواصب كثيرون فخاف أن يرفعوا حالي عند الوالي فيمثلون به أي عن مانة يشون يشون به إلى الوالي فهو عاقب فيمثلون به فقال أفما تذكر ما صنع بالحسين عليه السلام قلت نعم قال فتجزع فقلت إي والله وأستعبر ويرى أهلي أثر ذلك عليه ويمتنع من الطعام قال عليه السلام أما أنك لهذا الأمر هذا القدر الذي فعلته على مصيب الجد الحسين عليه السلام قال له إمام الصدق عليه السلام أما أنك سترى عند موتك يحضور أبائلك ووصيتهم ملك الموت بك ما تقر به عينك الأمر الثاني مشاهدة ملك الموت هول شديد وعقبة عظيمة مخوفة موحشة خصوصا لأهل المعصية والبكاء الحسين ينجي من هذا فأن الصادق عليه السلام قال بعد ذلك القول لم أسمع فملك الموت أرق عليك من الأم الشفيقة على ولدها أو ولدها فهل تكون رئية الأم الشفيقة موحشة المصدر كامل الزيارات ونقل العلم المجلسي في البحار الأمر الثالث النزول في القبر عذاب أليم ومصيبة عظيمة وعقبة مهولة ولذا يستحب أن ينقى الميد بثلاث دفعات لأخذ أهبته لنزول القبر والبكاء الحسين على الإسلام ينجي من ذلك لأنه قد ورد في الروايات الكثيرة أن السرور الذي تدخله في قلب المؤمن يخلق الله منه مثالا حسنا باعتبار نحن بعقيدتنا أتبع مطلب البيت نقول بتسييم العمال ما نفعله في الحياة الدنيا يجسم لنا في الحياة الآخرة أن السرور الذي تدخله في قلب المؤمن يخلق الله منه مثالا حسنا ليتقدم على الشخص في القبر ويتلقاه فيقول له أبشر يا ولي الله بكرامة من الله ورضوان ويؤمنه ويؤنسه حتى ينقض الحساب المصدر بحر أنوار وأصول كافة فإذا دخلنا السرور على قلب النبي المؤمنين صلى الله عليه وعلى قلب أمير المؤمنين عليه السلام وعلى قلب فاطمة الزراء عليه السلام وعلى قلب المشتبى وسيد الشهداء عليه السلام ببكائنا على الحسين عليه السلام وسررناهم بذلك فإنهم قد قالوا إن ذلك صلة منكم كما أسفت في الحلقة السابقة صلة لأهل البيت إن ذلك صلة منكم لنا وإحسان وإسعاد فكيف يكون حسن صورة المثال الذي يخلق من سرورهم وكيف يكون جمال صورة خلقت من صفاتهم تلقانا عند دخول قبرنا وتؤنسنا المصدر كامل الزيارات لنقل على المجلس في البحر قال الأمر الرابع البقاء في القبر والبرزخ عذاب أليم ومصيبة عظيمة وعقبة مهولة أو ما سمعت ما نقله أمير الممني عليه السلام عن لسان حال أهل القبور كل آن تكائدنا ضيق الملجع وتوارثنا الوحشة وتهكمت علينا الربوع والصموت فانمحت محاسن أجسادنا وتنكنت معارف صورنا وطالت في مساكن وحشة إقامتنا ولم نجد من كرب فرجا ولا من ضيق المتسع والبكاء الحسنين عليه السلام يفرح الباكي عند الموت فرحة تبقى في قلبه إلى يوم القيامة الأمر الخامس الخروج من القبر مصيبة عظيمة وهول عظيم وعقبة مهولة قد أبكى سيد الساجد عليه السلام فكان يبكي ويقول أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حامل الثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلاق في شأن غير شأن وجون يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة ووجون يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة ترهقها قطرة وذلة المصدر مصباحا متهجد والبكاء على الحسنين عليه السلام يوجب الستر والعزة وخفة الظهر من الثقل فإذا كان الخوف من كون الوجه عليه غبرة ترهقها قطرة وذلة فقد ورد في الباكي على الحسنين عليه السلام أنه يخرج من قبره والسرور على وجهه والملائكة تتلقاه بالبشارة لما عد الله له الأمر السادس أن زلزلة الساعة شيء عظيم وهي الداهي العظمى ولا مواطن وماقف وحالات وشدائد ولا أسمون عدة على حسب الحالات التي فيها فهي القيامة في حالة والغاشة في أخرى والساعة في حالة والزلزلة في أخرى والحاقة في صفة والقارعة في أخرى وهي يوم الفصل في حالة ويوم الدين في أخرى ويوم العرض الأكبر يوم الفزع الأكبر يوم الحساب هي الطامة الكبرى هي الصاخة هي الواقعة هي يوم الفرار هي يوم البكاء هي يوم التنادي يوم التغابن هي يوم الآزفة هي يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما والخلاصة من كل هذه المواطن والمواقف يحتاج إلى أعمال والصفات وأحوال وأخلاق ومجاهدات صعبة وبذل النفوس والأموال وتهجدات وعبادات وترك للراحة وزود في الدنيا والبكاء على الحسين عليه السلام يجيء بكل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عليه السلام لما سألت عن من يبكي على وليدي الحسين عليه السلام ومن يقيم عزاء له فأخبرها فقال لها أنه إذا كان يوم القيامة فكل من بكى على مصاب الحسين عليه السلام أخذنا بيده وأدخلناها الجنة أذكر هذه العبارة أنه عن رسول الله أخبر فاطمة عليه السلام أنه إذا كان يوم القيامة فكل من بكى على مصاب الحسين عليه السلام أخذنا بيده وأدخلناه الجنة طبعا هناك أيضا مواقف كثيرة في الواقع متعلقة بالبكاء على الحسين عليه السلام بإذن الله تعالى نأتي عليها تباعة إن شاء الله ثم نأتي إلى أخواص الدمع الجاري في عزال الحسين عليه السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبكاء على المصاب إمام الحسين عليه السلام لأقل تباكي على إمام الحسين عليه السلام ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا البلاء والداء الذي حل بساحتنا والشفاء للمرضى المصيبه بجائحة كورونا إن شاء الله الشفاء التام العاجل وأن يكشف هذا البلاء بحق الإمام الحسين عليه السلام وبحقه يوم العظيم المبارك وآخر دعمانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اشتركوا في القناة